الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطهارة وتشمل تعريف الطهارة في اللغة أقسام الطهارة بالمعنى العام تعريف الطهارة في الشرع ثم شرح هذا التعريف نبدأ أولا بتعريف الطهارة في اللغة الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار طهر الثوب من القدر يعني تنظف وتطهر أقسام الطهارة بهذا المعنى بالمعنى العام بالمعنى اللغوي تنقسم إلى قسمين القسم الأول طهارة معنوية وتشمل هذه الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك وطهارته من النفاق ومن الرياء ومن الغل والبغضاء والحسد وتشمل كذلك الطهارة الجوارح من المعاصي والآثام وهذه الطهارة هي أعظم من طهارة البدن قال الله عز وجل في شأن المشركين إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الثاني الطهارة الحسية وهي رفع الحدث وزوال النجاسة بالماء الطهور أو ما ينوب عنه والطهارة في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث هذا تعريف الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وسنبين بالتفصيل معنى هذا التعريف فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومن تلاوة القرآن ومن الطواف ومن كل ما تشترط له الطهارة نظر المثال على الحدث رجل بالا واستنجا ثم توضى فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي فلما توضى ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي وأن يقرأ القرآن لأنه زال المانع من الصلاة أما قوله وما في معنى أي ما في معنى ارتفاع الحدث فمثاله غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل هذا يسمى طهارة لكن ليس بحدث وإنما هو في معنى الحدث لأنه لا يرتفع به الحدث وأيضا صاحب سلس البول لو توضأ من البول ليصلي فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث لأن البول لا زال قائما ولم يذهب عنه إذن معنى ارتفاع الحدث ممكن أن نلخص في أنه كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث وقوله في التعريف وزوال الخبث ولم يقل وإزالة الخبث لأن زوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فسمي ذلك طهارة والخبث هو النجاسة والمؤلف بدأ بالطهارة كغيره من الفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة وذلك لأمرين الأول أن الطهارة هي تخلية من الأذى وتنظيف وتطهير من الأذى وينبغي أن يسارع إليها وإلى التطهير مما يلحق بالإنسان من أذى الأمر الثاني أن الطهارة هي مفتاح الصلاة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة فبدأ بالطهارة والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به النجس ويرفع به الحدث أو يرفع به الحدث فما هو هذا الشيء هذا الذي سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل